بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بهذا جزء الثالث من الشابط الأول بعنوان drawing lines and drawing scales سوف نبدأ بالdrawing lines ثم نمر للdrawing scales بالنسبة للdrawing lines خطوط الرسم بنجد أولا ما يسمى بالvisible lines which represent features that can be seen in the current view وهي خطوط سميكة هذا عندنا مثال في المثال ده كل الخطوط دي هي خطوط سميكة وخطوط ظاهرة النوع الثاني من الخطوط الرسم نجد center line which represents symmetry and centers of circles وهي خطوط تمثل خط التماثل وخطوط المحور التي تحدد مراكز الدوائر هي خطوط متقطعة وخطوط رفيعة مثال هنا عندنا ده محور وده محور تقاطع المحورين بيعطينا مركز الدائر كمان هنا عندنا محور عمودي ده محور أفقي التقاطع بتاع المحورين بيعطينا مركز الدائر يعني center line ده بنستعمله عشان نحدد مركز الدوايا كمان center line زي المثال ده هذا center line بيعطينا ايه؟ بيعطينا التماثل يعني الجزء العلوي ده زي الجزء السفلي تحت النوع الثالث من الخطوط وهي hidden lines وهي خطوط مخفية which represent features that cannot be seen in the current view يعني الخطوط اللي يمكن رؤيتها في الرسمة هنا أخذنا المثال ده ولو نظرنا من فوق الدائرة دي لو رسمناها تحت هتكون ايه؟ هتكون مخفية يعني النقطة اللي هنا هنرسمها هنا باستعمال ايه؟ ما يسمى بالداش لاين الدائرة هذي كمان هي دائرة مخفية لو نظرنا من فوق هنرسمها تحت باستعمال ايه؟ ما يسمى بالهيدن لاين أو الداش لاين هي خطوط رفيعة ومتقطعة كمان عندنا ما يسمى بالدائمنشن and extension lines which indicate the sizes and location of features on the drawing مثال هنا عندنا هذا البعد 14 ملي متر وهذا ما يسمى بخط ايه؟ خط البعد dimension line وهي خطوط رفيعة بالنسبة للإكستنشن line هنا عندنا مثال هذا الخط وهي خطوط كمان رفيعة وتساعد على ايه؟ على تحديد الأبعاد بتاع الرسم نجد كمان ما يسمى بالsection line وهي خطوط رفيعة الsection line دي بنستعمله عشان ايه؟ عشان نظهر الأماكن القطع في مجسم ما لو أخذنا المثال ده وحاولنا نشيل جزء من المثال ده شلنا الجزء العلوي مثال ونظرنا من فوق الدائرة هذي اللي كانت مخفية تحت هتصبح ايه؟ هتصبح مرئية ده الخط ده يصبح سلد ومحتاجين للsection line عشان ايه؟ عشان نحدد المكان اللي مر عليه المنشار يعني استعمال section line ده عشان يبين المكان اللي مر عليه المنشار في النهاية in finishing drawing all lines except construction lines used to construct the drawing should be dense clean and uniform كذلك construction line should be drawn very thin and should be hardly visible in the finished drawing they should not be raised يعني خطوط بناء الرسمة يجب أن تكون رفيعة وظاهرة ولا يجب مسحة بالنسبة لدروينج سكيلز مقياس الرسم عندنا المفهوم التالي لكلمة سكيل is the ratio of the linear dimension of an element of an object shown in the drawing to the real linear dimension of the same element of the object يعني ايه ده لو اخذنا المثال التالي هذه size in drawing البعد ده ممكن يكون 25 ملي متر وفي الرسمة الحقيقية actual size هذا البعد بتاعنا هو 50 ملي متر يعني هنا عملنا ايه؟ عملنا عملية تصغير بايه؟ بواحد على اثنين ونحتاج للمقياس عشان ايه؟ لأنه بعض المشغولات او الرسومات المطلوب رسمها اما كبيرة جدا او صغيرة جدا مما يصعب رسمها بالابعاد الحقيقية لذلك ترسم هذه المشغولات اما مصغرة واما مكبرة لكتابة المقياس بنستعمل كلمة scale مع ايه؟ مع الراتio flowed by the indication of its ratio مثال هنا بالنسبة للفول سايز المقياس الفعلي بناخذ كلمة scale ونكتب واحد على واحد يعني هنا هنستعمل الأبعاد الحقيقية بالنسبة للانلرجس منت سكيل يعني بالنسبة للتكبير ناخذ كلمة scale وبعدها الاكس نقطتين واحد هنا الاكس لازم تكون كبيرة لأن هنا عندنا عملية تكبير يعني مثال اخذ خمسة نقطتين واحد يعني لو عندي عشرة ملي متر هرسمها كم؟ هرسمها خمسين ملي متر يعني هنا في عملية ايه؟ في عملية تكبير بالنسبة للريدكشن سكيل هكتب كلمة سكيل دائما واحد نقطتين اكس الاكس هنا هتكون اكبر من الواحد اخذ مثال واحد على ايه؟ واحد على عشرة يعني ايه؟ هنا لو كان البعد بتاعي مئة ملي متر البعد الحقيقي بداي مئة ملي متر هرسمه ازاي؟ هرسمه مئة على عشرة يعني ايه؟ عشرة ملي متر وهنا عملت ايه؟ عملية تس تصغير dimension numbers shown in the drawing are correspond to true size of the object and they are independent of the scale used in creating that drawing يعني ايه؟ تطابق ارقام الابعاد الموضحة في رسم ما مع الابعاد الحقيقية true size of the object للمشغولات وهي مستقلة عن مقياس الرسم are independent of the scale المستخدم في انشاء الرسم مستخدم في ر hooks مستخدم fee مستخدمًا ر 오 ها ر ابوed schön مستخدم top مستخدم رهم اشتركوا في القناة